مرة أخرى تلقي الإدارة الأمريكية بثقلها في الأزمة السودانية إذ لم تكتفي واشنطن بالمطالبة بفرض عقوبات على قادة الجيش على خلفية سقوط قتلى وجرح في صفوف المحتجين خلال مظاهرة نظمت نهاية الأسبوع بل دعت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين إلى عودة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى رئاسة الحكومة الوضع الذي وصلت إليه الأزمة في السودان دفع بفتح المجال أمام الكثير من الفاعلين الدوليين باستباحة التدخل في الشؤون الداخلية للسودانيين وشرط دعم السودان بضرورة تبني نهج واضح في عملية الانتقال للسلطة يبدو أن المشهد السوداني يتجه إلى المزيد من التعقيد والتأزم وهو الأمر الذي جعل البلاد في مهب تجاذبات الدولية تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى صعدت من لهجتها ضد من وصفتهم بالإنقلابيين وأعلنت عن مليونية بالعاصمة الخرطوم الأحد أطلقت عليها اسم زلزال الشعب أعتقد بأن أصبح أمام السودان مجموعة من السيناريوهات المعقدة حينما نتحدث باللغة الخيارات الاستراتيجية أعتقد بأن أمام السودان خيارات محدودة باعتبار أنها خسرت مجموعة من الأوراق التي كانت تمكنها من المناورة أو من إيجاد مساحة لتسوية الأزمة واستعادة الأمور والتوجه نحو طريق واضح يقره الجميع مقتلوا 15 شخصاً خلال تظاهرات الأربعاء الماضي حرك المجتمع الدولي للتنديد باستهداف المحتجين فقد أدانت الأمم المتحدة استخدام قوات الأمن السودانية الرصاصة في وجه المتظاهرين السلميين في يوم أعتبر الأكثر دموية منذ أحداث الخامس والعشرين أكتوبر الماضي